بسم الله الرحمن الرحيم مقررات الجلسة الحادية والعشرون الاعتيادية لمجلس الوزراء بتأريخ اليوم الموافق 23 آيار 2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء أولاً استكمالاً لإجراءات الشروع بتنفيذ مدينة الصدر الجديدة وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتحويل ملكية الأرض المرقمة واحد ميم 11 تلول النص ومساحتها 152 دونمن و18 أولك من وزارة المالية إلى أمانة بغداد وتحويل ملكية قطعة الأرض المرقمة 72 إلى 2 ميم 11 تلول النص ومساحتها 294 دونمن و18 أولك من شركة آشور العامة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى أمانة بغداد ثانياً إنصافاً للضحايا الذين تعرضوا للاعتداء على يد تنظيم داعش الإرهابي من المكونات الأيزدية والتركمانية والشبكية والمسيحية وتنفيذاً لما جاء في قانون الناجيات الأيزديات رقم الثمانية لسنة 2021 وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بمنح المشمولات والمشمولين بالقرار قطعة أرض سكنية مع قرض عقاري استثناء من أحكام القوانين أو منحهم وحدة سكنية مقررات مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي اقراروا توصيات ورشة العمل المنعقدة في وزارة الداخلية لبحث معالجة ظاهرة انتشار الدراجات توكتوك ستوتة دراجات نارية بحسب الآتي واحد منع استيراد الدراجات النارية التوكتوك والستوتة منعا نهائيا عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية اثنيا منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقل حجم محركها عن أربعين سيسي منعا نهائيا ولأي غرض كان ثلاثة ايقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة التي يكون حجم محركها أربعين سيسي فما فوق ويستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية أربعا ايقاف منح أيّة إجازات لإنشاء خط انتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء قطع عام أو خاص أو مختلط وكذلك الورش القائمة على تجميع هذه الدراجات محليا ومراجعة الإجازات الممنوحة حاليا بما يتلاءم وأحكام القانون خمسة تحديد مدة ثلاث أشهر لتسجيل الدراجات كافة المذكورة آنفا وتثبيت لوحات التسجيل عليها لإنشاء قاعدة بيانات تساعد المنظومة الأمنية للتوصل إلى أي فعل إجرامي أو إرهابي وبانقضاء المدة المذكورة آنفا يتم حجز الدراجة وترسل إلى الهيئة العامة للقمارق لمصادرتها على أن تتولى الهيئة العامة للقمارق من خلال لجان مشتركة مع مديرية المرور في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات كافة إصدار كتب تسجيل وتصاريح قمرقية للدراجات وإدخالها ضمن الأقراص القمرقية من أجل سرعة الإنجاز ستة تحديد حركة سير الدراجات التوكتوك والستوتة والدراجات الصغيرة دون أربعين سيسي وفقا للآتي أليف منع حركتها على الطرق السريعة والطرق العامة منعا بادة باء يسمح لها بالحركة بعد تسجيلها أصوليا في المناطق الزراعية والمناطق السياحية المغلقة والأزقة والطرق الضيقة والفرعية والمناطق السكنية سبعة ترقين خمس دراجات ذات عجلتين أو ثلاث دراجات ذات ثلاث عجلات فأكثر التوكتوك والستوتة على أن تكون صالحة للعمل مقابل تسجيل مركبة جديدة مستوردة ومنح قرض ميسر لأصحاب الدراجات أو التوكتوك أو الستوتات المرقنة ثمانية تنفذ الفقرة ثالثا من القرار بدءا من تأريخ واحد تموز عام الفيان وثلاثة وعشرين قرار الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ثلاثمية واربعة وعشرين لسنة الفين واثنين وعشرين ليصبح كالآتي تخصص ملكية ثلاثة آلاف دونم من معسكر الغزلاني إلى وزارة الدفاع الحالية لاستخدامها وفقا لأغراضها وأهدافها على ألا تستخدم مقرات أو ثكنات عسكرية وتخصص المساحة المتبقية من أرض المعسكر لغرض الإعلان عنها من قبل اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ثلاثة وعشرين ألف ومية وواحد وعشرين لسنة الفين وثلاثة وعشرين لإنشاء مدينة سكنية عليها وتنقل ملقيتها إلى الجهات المستثمرة والمستفيدة لاحقاً قرار إقراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم ثلاثة وعشرين ألف وثلاثة وثمانين بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي واحد تحديد الهيئة العامة للسكة الحديدية العراقية المسار المقترح لخطة السكة الحديدية الممتد من الأرصفة البحرية إلى جنوب ميناء خورزوير في خارج الأراضي المملوكة للمديرية العامة للمناطق الحرة بالتنسيق بينها ووزارتي النفط والموارد المائية وهيئة المناطق الحرة خلال أسبوعي عمل حدا أقصى اثنين فتح وزارة المالية مكتبا قمرقيا في آخر نقطة لمسار خط السكة الحديدية المقترح بحسب الصلاحية الممنوحة لوزير المالية بموجب المادة خمسة من قانون القمارق رقم 23 لسنة 1984 ثلاثة تحديد وزارة النقل المساحة الحقيقية المطلوبة للمشروع بالتنسيق بينها ودائرتين التسجيل العقاري وعقارات الدولة استنادا إلى المادة واحد من قانون وزارة النقل سبعة لسنة 1994 وأخذوا ما يقتضي لشرائها من وزارة المالية أصوليا أربعة أخذوا وزارة النقل ما يقتضي لتنفيذ المشروع المذكور آنفا على أن تقدم دراسة جدوى للمشروع قبل قبل البدء بالتنفيذ من الجهة ذات العلاقة استنادا إلى المادة واحد ثامنا من قانون وزارة النقل المذكور آنفا قرار الموافقة على شمول هيئة الحجد الشعبي بقرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2009 المعدل بشأن النفقات السرية وإضافة مليار وخمسمائة ألف دينار إلى هيئة الحجد الشعبي للغرض المذكور آنفا قرار ودعما لهيئة التصنيع الحربي ومنعا لهدر المال العام قرر مجلس الوزراء ما يلي واحد إلزام الوزارات والأجهزة الأمنية بإهداء المعادن الملونة للأسلحة والمعدات العسكرية والمعادن الحديدية المستهلكة والخارج عن الخدمة إلى هيئة التصنيع الحربي من دون ثمن باستثناء شركات وزارة الصناعة والمعادن فيما يتعلق بمادة النحاس اثنين يكون نقل مخلفات المعادن الملونة بإشراف جهاز الأمن الوطن العراقي بعد التأكد من خلوها من الإشعاع من مركز الوقاية للإشعاع الثلاثة إجراء المقايضة بين الجهاد ذات العلاقة مع هيئة التصنيع الحربي لتحديد شروطه وتفاصيله بموجب اتفاق يبرم بين الهيئة والجهاد ذات العلاقة قرار تخويل وزير الشباب والرياضة صلاحية توقيع الاتفاق الخاص بالمنحة الهولندية بشأن إدماج الشباب في الموصل من خلال الصناعات الثقافية والإبداعية قرار الموافقة على إهداء جهاز المخابرات الوطن العراقي الطائرة المرقمة M.I. 172 مع أدواتها الاحتياطية وجميع ملحقاتها إلى وزارة الدفاع استناداً إلى أحكام الفقرة واحد من قرار مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2019 المؤكد عليه بالفقرة واحد من قرار مجلس الوزراء 340 لسنة 2021 قرار الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملت جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في العاصمة بغداد بتأريخ 2 نيسان 2023 وإحالته إلى مجلس النواب قرار أقر مجلس الوزراء اعتماد اعتماد النواقل الوطنية الخطوط الجوية العراقية والنواقل المحلية الأخرى أو السعودية لنقل الحجاج في موسم الحج الحالي لهذا العام استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2015 وذلك خدمة لضيوف الرحمن قرار الموافقة على ما يأتي واحد إلزام الجهات القطاعية كافة بتقديم التسهيلات اللازمة من أجل تمليك أراضي مشروع خط سكة حديد بصرة شلامشة لمصلحة وزارة النقل اثنين تخويل وزارة النقل الشركة العامة لسكك حديد العراق صلاحية تسليم مواقع الأراضي لحقول الألغام وموقع الجسر الملاحي على شط العرب إلى السكك الإيرانية للبدء بإجراءات تطهير الألغام التلاثة تكليف محافظة البصرة للبدء في إجراءات إزالة التجاوزات على مسار خط السكة للمشروع المذكور آنفا وأي تجاوزات أو تعارضات تعيق عمل المشروع قرار الموافقة على تعديل نظام محنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم ثلاثة لسنة ألف وتسعمية وتسع وتسعين بشأن السماح للجهات الحكومية بالتعاقد مع شركات التدقيق المالي العالمية الرصينة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبموافقة رئيس مجلس الوزراء دون الحاجة إلى إجازة ممارسة المهنة وينفذ التعديل من تأريخ إصداره قرار واحد الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 رقم 14 لسنة 2020 الذي أعده مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب اثنياً تثبيت تحفظ جمهورية العراق بأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة آنفاً لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بإسرائيل أو الدخول بأي علاقة معها استناداً إلى أحكام المادة 21 البن ثانياً من قانون عقد المعاهدات 35 لسنة 2015 قرار الموافقة على ما يأتي واحد منح مخصصات 50% من الراتب الإسمي لمنسوبي الدار الإيوائية في العاصمة بغداد والمحافظات كافة المربيات وعمال الخدمة والحرفيين استناداً إلى أحكام المادة 15 من قانون رواتب موظف الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل شريطة شريطة عدم تقاضي المشمولين بالوصف المذكور مخصصات خطورة وذلك تقديراً لما يقدمونه من خدمة إنسانية جليلة للمستفيدين وحافزاً للموظفين الذين سيتم نقل خدماتهم إلى الدور الإيوائية اثنياً ينفذ هذا القرار بدءاً من واحد حزيران 2023 شكراً